السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوات ان شاء الله بغيت نقدم لكم من بين تحضيرات المسبقة لرمضان ان شاء الله قدمت لكم اليوم الطبوط الصغير اللي غادي نديره بكمية كبيرة ولكن بشكل جديد ان شاء الله تبعوا معي الطريقة لتحضير دياله فاول حاجة كنحتاج الكيلو ديال الدقيق الابيض ونصف كيلو ديال الدقيق الفينو وكنحتاج واحد القليل من الخميرة الفورية او للخميرة ديال العجين وكنحتاج كذلك الملح على حسب الضوء والماء الدافئ لعجل العجين فالكمية على حسب عدد الافراد والعدد الكمية اللي انتباغت وجدي فكنا نحاول نخلط العجين ديالي ممكن لكم تخلطوها بيديكم او لا بالالة العجانة فانا قدتها بالالة العجانة لانها الكمية كبيرة شوية كنحاول نضيف الماء بشوية بشوية حتى كنحصل على العجين اللي انا بغيت وكننخليها كتدلك مزيان 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 من بعد حتى كتولي بحالها هكا هاد العجين كتكون ارتبعة ومجونة مزيان بلوكا وكنخليها كترتاح وحد خمستاشر دقيقة حتى النصف الساعة كنخليها يعني انا فهذا المرحلة اللي كنخليها كترتاح مزيان فمن بعد كيف شتوم نخليتها ترتاح رح كتجي ارتبعة بزاف وكتجي يعني مدلوكا مزيان نحاول نقطعها نديرها على شكل كويرات ونخليها كتلك ترتاح وحد خمسة دقائق واحد خمسة دقائق ومن بعد سنبسطها ومن اللي نبغي نبسطها نرققها ونخليها شغليضة فبالنسبة للقوات اللي سنستعمل انا سنستعمل على شكل مربع ودائري فيمكن لكم تستعملوا الاشكال اللي متوفر عندكم في البيت يمكن لكم تستعملوا اشكال نجوم ولا دبرة ولا متوفرين في الاسواق الاشكال الموجودة تبارك الله فمن بعد ما بسط العجين ديالي كيف قلت لكم انا بسطها على شكل رقيق تكون رقيقة باش مجيش غلايدة بزاف ومن بعد سنقطعها الاشكال الاشكال اللي كيف قلت لكم الليم توفر عندكم انا هنا استعملت الدائري والمربع فالدائري استعملت مشنف من جنب واستعملت كذلك الجهة الاخرى المسطحة سوف نكمل كمية كاملة انا لا نجد كمية قليلة لا نجد كمية قليلة نطيبها نبدأ من الاولى ونطيبها كيف تشوفوا انا اختمرت عندي سوف نطيب بعض المقلعة هذه كمية كبيرة يمكنكم تستعملوا حتى المقلعة تقيلة او المقلعة اللي متوفرة عندكم ونطيبها حتى يتحمر لكم من الجهات بجوش كيف تشوفوا البطبوط ديالي من بعد مع الطاب فانا راني قطعته من الجوانب سوف نحسافت بيض بفل مجمد كان حسافت بهذه الكمية ميدي كان بغي نستعمله فانا كان نجد الكمية اللي محتاجة وكان بدون لك تدير الحشوة سخونة ما نسخنوش نجد انفوه يطلق شوية ونعمر في الحشوة وهي ساخنة كنتدير في الحشوة وهي بردة فنسخل بطبوط ديالي غير شوية ونعمره فان شاء الله نوريكم الطريقة ديال الحشوات اللي كنستعمل انا اه نخليكم دابع على خير وباخير وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ما زال ما زال غادي نحط ليكم وتابعوني على القناة سلاما شكرا